أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره وميتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس اليوم الختامي لدورة الأترجة ونبتدئ هذا المجلس بسورة التين وهذه السورة سورة مكية على الصحيح افتتح الله عز وجل بأربعة أقسام فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه أربعة أشياء أقسم الله عز وجل بها على مقسم وهو قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأما قسمه الأول التين فهو التين المعروف على الصحيح والزيتون هو الزيتون المعروف النبات الذي امتدحه الله عز وجل وامتدح زيته في القرآن وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهذا البلد الأمين هو مكة وفي الإقسام بهذه الأمور الثلاثة إشارة إلى مواطن الرسالات السماوية الثلاثة الأشهر في العالم وبدأ بها مرتبة الأفضل ثم الأفضل منها فبدأ برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام المشار إليها بقوله والتين والزيتون لأن أرض فلسطين هي أفضل الأرض لهتين النبتتين أو الشجرتين الكريمتين فهو إشارة إلى الموطن الذي بعث فيه عيسى وطور سينين إشارة إلى الموطن الذي كلم الله عليه موسى وهو الجبل المعروف في سيناء كلم الله عز وجل موسى عنده وهذا البلد الأمين إشارة إلى المكان الذي بعث فيه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إقسام عظيم من الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة أو الأربعة قال العلماء كما في كتب علوم القرآن لا يقسم الله بالشيء إلا لبيان منفعته أو عظمته وقد اجتمع هذان في سورة التين فأقسم الله بالتين والزيتون لمنفعتهما وأقسم بالطور والبلد الأمين لعظمهما ثم لما أقسم بهذه الأمور العظيمة بيّن المقسم عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي خلقناك أيها الإنسان على أحسن خلقة وأكملها وأتمها فأنت أحسن المخلوقات في تمام خلقتك وفيما آتاك الله عز وجل من الآلات والإمكانات فحري بك أن تسخر هذا لطاعة ربك سبحانه وتعالى فتؤمن وتعمل الصالحات قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين ثم إن بعض الناس كفر بالله فرده الله أسفل سافرين وأسهل السافرين عبارة عن نار جهنم وهو المكان الذي أعده الله عز وجل لمن كفر به أي مع أن الله أكرم هذا الإنسان وحسن خلقه وأنعم عليه بأن فضله على سائر المخلوقات إلا أن منهم من يقابل هذه النعمة بالجحود والكفران حتى يصل إلى النار ثم قال إلا الذين آمنوا إلا من آمن وعمل صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم منا الجزاء الأوفى لهم أجر غير منقص غير ممنون أي غير منقوص ولا محسوب ولا مقطوع فكلمة ممنون تأتي بمعنى منقوص وبمعنى محسوب وبمعنى مقطوع ومن العلم من قال ثم رددناه أسفل سافرين أي رددناه إلى الهرم والخرف بعد أن كان في أحسن تقويم وهذا المعنى غير صحيح لأنه لا يسمى الهرم والخرف والرد لأرذل العمر لا يسمى أسفل سافرين هذا أولا وثانيا كيف يقسم الله عز وجل على شيء بأمر عظيم على شيء لا يتحقق به كبير شأن يعني هل يقسم الله على أن الليل يطلع ولا النهار يطلع ما يقسم الله على ذلك ما يقسم الله إلا على حقائق يريد من العباد أن يؤمنوا بها حقائق تغيب عنهم حقائق يحتاج إلى أن يؤكد لهم وقوعها بالقسب يعني أنا ما يليق بي أن أقول أقسم بالله أن هذا الذي خلف جدار يقول خير شامل ما يحتاج يا أخي صحيح أو لا لكن لو قلت أقسم بالله أن وراء هذا الجدار حريق يستحق القسم ولا ما يستحق يستحق لأنه شيء غائب عنكم فكذلك هنا ما أقسم الله عز وجل على هرب الإنسان إنما أقسم على خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافرين إلى النار وهذه الآيات مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الصحيح في هذه الآية والعلم عند الله قال إلا الذين آمنوا إلا من آمن مصدقا مؤمنا قائما بأمر الله عز وجل في قلبه ثم برهن على ذلك بالعمل والعمل يشمل عمل اللسان بالقول وعمل الجوارح بأداء العبادات والمفروضات وعمل الصالحات والعمل لا يكون صالحا كما يقول العلماء إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون خالصا لله والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلهم أجر غير ممنون نكر الأجر هنا ليعظمه فإن التنكير يأتي للتهويل والتعظيم لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا محسوب ولا منقص وهذا هو أجر الله عز وجل الذي يناله المؤمنون في الجنة وهذه يا إخواني الآيات تماما مثل الآيات التي وردت معكم في سورة الإنشقاق فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كذلك هنا ثم رددناه أسفل سافرين أي رددناه في العذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال الله فما يكذبك بعد بالدين ما الذي يحملك على أن تكذب بالجزاء والحساب والبعث ما الذي يحملك على ذلك أي شيء يدعوك إلى هذا أتشك في قدرة الله الذي خلقك في أحسن التقويم ما الذي يحملك على ذلك أرسلي لم تبلغك ذلك ألم يأتك في كتبي ما يدلك على ذلك ما الذي يحملك على أن تكذب بيوم الدين قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين بلى فإنه ما خلق الخلق هذه الخلقة ثم بيّن لهم طريق الخير والشر أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل ثم بعد ذلك جازاهم بجزائين إما نار تلظى ورد إلى أسفل سافرين أو أجر غير ممنون هذا هو حكم الله في عباده أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين ثم تأتي من بعد ذلك سورة العلق وهذه سورة مكية بالإجماع وأولها هو أول ما نزل من القرآن على الإطلاق بالإجماع أيضا وهي خمس آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ثم ينزل عليه الصلاة والسلام إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فيتزود لمثلها ليذهب ليخلو بربه فيتعبد له فإن قلت ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الله عز وجل ولم يكن عنده إلا ما وصل إليه من الحنيفية ملة إبراهيم ولم يتلوث عليه الصلاة والسلام بشيء من الشرك كما قال الله في حق أبيه وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين وهو عليه الصلاة والسلام أزكى من أبيه وأعظم وأجل قدرا فلم يكن يوم من الأيام مشركا عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك عندما كان هناك وأراد الله عز وجل به هذا الخير العظيم أنزل إليه جبريل فجاء إليه وهو في غاره غار حراء فأخذه فغطه ضمه إليه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد فقال له اقرأ أنا ما أنا بقارئ أنا لا أحسن القراءة فأطلقه ثم غطه مرة ثانية قال اقرأ قال ما أنا بقارئ يقولها عليه الصلاة والسلام بكل صدق ووضوح ثم أرسله ثم غطه الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلمه فهذه الآيات الخمس الأولى هي أول آيات نزلت من القرآن وهي تبين حقيقة هذا الدين وأنه مبني على العلم والقراءة والتلقي وأخذ الوحي من الله وشكر نعمة الله على نعمتي الكراءة والكتابة لأنهما من أعظم أسباب الهداية فمن قرأ ما ينفعه وأخذ به وتعلم وجعل العلم هاديا له إلى الله فإنه لا بد أن يهدأ ولاحظوا هذه السورة افتتحت بإقرأ واختتمت بسجد واقترب ليدلنا على أن العلم عندنا ليس نافعا وحده بل لا بد أن يقارنه عمل فلا خير في علم لا يهدي الإنسان إلى عمل قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك أي مبتدئا ومستعينا باسم ربك الذي خلق وأضاف الربوبية إليه يعني الرب مضاف إلى كاف الخطاب هذه إضافة خصوصية ربك الذي يختصك بالإنعام وينعم عليك هذه الربوبية الخاصة الذي خلق وأطلق خلق الخلق كله وخلقك وخلق بني آدم ثم خص من الخلق الإنسان لأنه هو محل التكريم وهو محل التكليف أيضا قال خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من قطعة دم يسيرة غليظة هذه تسمى علقة وهذه القطعة سميت بهذا الإسم لأنها تشبه حشرة أو دويبة تكون في الماء تسمى العلقة سميت بذلك لأنها تعلق لأنها تعلق في جدار الرحم وصورة الجنين في تلك المرحلة تشبه صورة تلك الدويبة أو الحشرة التي تعيش في الماء تسمى العلقة قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق اقرأ كرر الأمر تأكيدا وربك الأكرم يعني إذا قرأت فإن الله عز وجل يكرمك لأنه الأكرم ويعطيك ويهديك وينعم عليك بأعظم النعم وهي نعمة الوحي ونعمة الهداية ونعمة الدلالة على الله الذي علم بالقلم فالذي جعلك أمرك أن تقرأ هو الذي علم بالقلم وتعليمه بالقلم من كرمه سبحانه وتعالى فلولا أن الله أكرمنا بأن تعلمنا الكتابة وأصبحنا نقيد الأفكار بالأقلام لضاعت كثير من العلوم ولبقيت البشرية على ما كانت عليه عندما خلق الله آدم فكيف تنقل الحضارات ويستفيد الناس مما مضى ممن قبلهم ويعرفوا أوصاف الأشياء ويعرفوا توثيقها وتنقل لهم الآثار والعلوم والوحي وتوثق لهم الأشياء إلا بالقلم فالله قد أكرم العباد بالقلم وانظروا إلى القلم على صغره إلا أنه آثرا جليلا في حياة البشر قال الله عز وجل الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان أشياء لم يكن له بها علم ولم يكن له بها طاقة ولا وسع وهي كثيرة وفي كل يوم تتجدد شيخنا الشيخ مباز رحمه الله عندما جاءوا إليه بفتاوى نور على الدرب وقد سجلت في إسطوانة واحدة سيدي روم أو دي في دي فقيل له يا شيخ هذه فيها ألف ساعة أو شيء من هذا القبيل من تسجيلاتك في فتاوى نور على الدرب فقال الشيخ أين هي فأعطوه السيدي فتعجب أنه لا وزن له يذكر فقال كل هذا موجود هنا قالوا نعم قال لا إله إلا الله علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم ونحن الآن نتعجب من مخلوق من مخلوقات الله التي هدان الله إليها إذن فكيف هو اللوح المحفوظ الذي يحصي كل ذرة تكون في هذا الكون ما يفوت على الله منها شيء ما من عمل عملناه ولا حركة تحركناه ولا نفط تلفظناه إلا هو مدون قبل أن يكون وبعد أن يكون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه قال الله عز وجل كلا حقا إن الإنسان لا يطغى الإنسان الكافر لا يطغى إذا حصلت له هذه الحالة التي ذكرها الله عز وجل قال أن رآه استغنى أي عندما يرى نفسه مستغنية هذا ما لي إنما أوتيته على علم عندي لا بد أن يصل إلى الطغيان شاء أم أبى فالله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى يتجاوز حده إذا رآ نفسه مستغنيا أما لو اغتنى كثر ماله ولم يرى نفسه مغتنيا مستغنيا عن الله بل رآ نفسه مفتقرا إلى الله وأن ما بيده من الله فإنه لا يطغى وإذلك نبي الله سليمان عندما جاءه الكرسي في لمح البصر قال هذا من فضل ربي ما قال هذا من قوتي وجهدي وجنودي وقدرتي أي ملك مثلي لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هل طغى سليمان هاشا عليه الصلاة والسلام أن يطغى وهو يرى نفسه مفتقرا إلى الله وأن ما بيده كله من الله قال أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع يعني كيف تطغى وأنت تعلم أن الرجع كلها إلى الله المرجع إلى الله أنت وما بيدك سترجعون إلى الله هذا الذي بيدك تستغني به عن الله هو من الله وستعود أنت وإياه إلى الله قال الله عز وجل أرأيت الذي ينهى هذا للتعجب من حالي هذا الشخص الذي ينهى وهو أبو جهل كما ذكر المفسرون ينهى عبدا إذا صلى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة وأصنام المشركين عن يمينه وعن شماله أرأيت إن كان على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان هذا الذي تنهى على الهدى أو أمر بالتقوى فكيف تنهى بأي حجة أنت تنهى هو الآن يعبد الله وأنت أيها الناهي تؤمن بالله وأنه الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنهاه أن يعبد مولاه الذي خلقه وخلق السماوات والأرض أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان هذا الناهي قد كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذه آية يجب أن تكون شعار للمسلم يضعها أمام عينيه ألم يعلم بأن الله يرى تهديد له كيف تنهى عبدي الذي يسجد لي ويعبدني وتكذب بالآيات وتتولى عن الإيمان بها وقد جاءتك واضحة صريحة ألم تعلم بأن الله يراك وأنت تكذب وأنت تنهى وأنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهم بأن تلقي عليه ما تلقي من أجل أن تؤذيه عليه الصلاة والسلام ألم تعلم بأن الله يراك قال الله عز وجل كلا هذه ردع وبهذا نعلم أنه جاءت كلا في هذه السورة مر بمعنى حقا ومر بمعنى الردع والزجر كلا إن الإنسان لا يطقى هذه معنى حقا كلا لئن لم ينتهي هذه ردع له عن فعله السيء القبيح لئن لم ينتهي عن فعله وعن نهيه عبدا إذا صلى لنسفعا بالناصية لنأخذنه أخذا شديدا ولنجبذنه من ناصيته جبذا أو جذبا شديدا لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ذكر الناصية وأراد صاحبها بل وأرادها هي ما اختار الناصية إلا لحكمة وقد أشرت إلى هذا في بعض أحاديثي وهي أن هذه الناصية هي المحل المسؤول عن الأخلاق الكذب والصدق والحياة والكرم والاحترام والعلاقات مع الناس المسؤول عنها الفصل أمامي من المخ كيف اكتشف هذا؟ اكتشف حديثا في إحدى المستشفيات جاء بإنسان قد صار له حادث وقد تهشمت جمجمته من الأمام فأجريت له عمليات الترميم ثم خرج فرأى أهله أنه قد خرج عاقلا لكن أخلاقه متغيرة ليست أخلاقه هي الأخلاق الأولى في الحياة في الكرم في الاحترام في التقلير في غير ذلك فجاءوا إلى المستشفى وأخبروهم الأطباء قالوا كل شيء سليم وما في شيء نحن نستنكره حصل مثل ذلك مرة ثم مرة ثالثة فدون الأطباء أن هذا يدل على أن الفص الأمامي من المخ هو المسؤول عن يعني المجالات عن الأخلاق عرضوا ذلك على العلماء فقال لهم العلماء في القرآن إشارة إلى هذا المعنى قال الله ناصية كاذبة خاطئة كيف نسب الكذب والخطء وهو الإثم إلى الناصية إلا لأن هناك علاقة بين الناصية وبين هذه الأعمال ولذلك الرجل إذا تزوج فدخل بنا بامرأته ودخل عليها في أول ليلة أول ما يفعل أنه يضع يده على ناصيتها فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لماذا؟ لأن مجال الإشكال اللي يتكون بين الرجل والمرأة هو جانب الأخلاقي هذه المرأة تنشز عليه ولا تتعالى عليه ولا لا تطيعه ولا تعانده ولا تمكر به وكل هذا المسؤول عنه المنطقة المسؤولة عنه هي المنطقة الأمامية من المخ ولذلك يضع الرجل ناصيته أو يده على ناصية امرأته ويقول هذا الدعاء للعلاقة بين الدعاء والمكان الذي يدعى فيه قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة وخاطئة بمعنى آثمة وخاطئ من خطئة فهو خاطئ أي آثم فعل الذنب قصدا أما مخطئ فهي من أخطأ الرباعي أخطأ يخطئ فهو مخطئ وهذا من فعل الشيء عن غير عمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ أو من احتكر فهو خاطئ أي آثم إن قتلهم كان خطأا كبيرا من خطئة خطأا فهو خاطئ أي آثم أما مخطئ فهي بمعنى فعل الشيء عن غير قصد قال الله عز وجل فليدعو ناديه لأنه قال مفتخرا على رسول الله أنا سيد أهل الوادي وأنا أكثر أهل الوادي ناديا يفتخر بجلسائه ومن يكونون معه قال الله عز وجل مهددا إياه فليدعو ناديه سندعو الزبانية ندعو الملائكة الذين يسمون الزبانية وهم ملائكة العذاب وسموا زبانية من الزبن وهو الدفع مثل ما يقال للزبون زبونا لأنه يدفع عن نفسه الخسارة أو يدفع المال في مقابل السلعة فالملائكة سموا زبانية لأنهم يدفعون الظالمين والكافرين في نار جهنم كلا ردع وزجر لهذا الذي يفعل ذلك الفعل ويهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدعو ناديه ليفخر به على محمد صلى الله عليه وسلم وينتصر بهم عليه ثم قال لا تطعه يا محمد إذا نهاك عن الصلاة وعن السجود لله واسجد واقترب لا تطعه يا محمد إذا نهاك واسجد اسجد لله وحده وتقرب إليه بذلك السجود وقوله واسجد واقترب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب فأقرب حالة يكون فيها الإنسان بين يدي الله هي حالة السجود قال فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم ولاحظوا العلاقة يا إخواني بين قوله ناصية كاذبة خاطئة وقوله واسجد واقترب ما قال وصلي واقترب قال اسجد لأن السجود هو الذي يجعل هذه الناصية الشريفة المكرمة ممرغة لله عز وجل وذليلة بين يدي الله وإذا ذلت بين يدي الله أكرمها الله بأن جعلها ذات أخلاق عالية يقولون الحالة الوحيدة التي اتروى فيها النواصي بالدماء هي حالة السجود وإذلك المؤمن تجده كل ما أكثر من السجود علىه الوقار والخشية والاحترام وعظم أدبه وكثر خيره ثم قال الله عز وجل هذه طبعا آخر سجدة للتلاوة في القرآن الكريم ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة القدر وهي سورة مكية وقيلة مدنية والقول الأول كما قال الماوردي هو قول الأكثرين يعني أنها مكية وأما الثعل به فقال إن الأكثرين على أنها مدنية يعني الماوردي يثبت بأن الأكثرين على أنها مكية والثعلبي يثبت أن الأكثرين على أنها مدنية والظاهر أنها مكية قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه أي القرآن فإن قلت الضمير هنا عاد على غير مذكور قلنا نعم لأن الحديث في القرآن كثير جدا وقد جرت العادة أن الضمير إذا كان عن شيء غير مذكور وهو مناسب للقرآن فإنه يعود إلى القرآن فإنه يعود إلى القرآن فهو كثير في كتاب الله عز وجل أن يعود الضمير إلى القرآن وإن لم يذكر القرآن قبله قال إن أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر والمقصود بهذا النزول أن نزول جملة واحدة نزل من بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة وهذا النزول لتشريف هذا النبي وتشريف هذه الأمة وإعلام أهل السماء بهذا الحدث العظيم الذي هو إنزال خير كتاب على أهل الأرض إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان وهي الليلة المباركة وإذا جمعنا الآيات الثلاث الواردة في هذا كمل بعضها بعضا فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن أنزل القرآن في شهر رمضان وقال في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إذن فهي ليلة مباركة من شهر رمضان وقال إن أنزلناه في ليلة القدر إذن فهي ليلة القدر الليلة المباركة من شهر رمضان فعرفنا بذلك أن إنزاله أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر وهل يمنع ذلك أن يكون أول شيء نزل منه على رسول الله وهو قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أن يكون في ذلك الليلة لا مانع من ذلك ونقول لا مانع عن يراد نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا ونزول أول قطعة منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في تلك الليلة قال وما أدراك ما ليلة القدر أي شيء هذه الليلة هذا من باب التفخيم قال سفيان بن عيينة كل شيء في القرآن كل ما فيه وما أدراك فقد أخبر به وكل شيء ما فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به يعني كل شيء قال وما أدراك ما كذا فإنه أخبر به وبيّنه وكل شيء فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به وهذه من القواعد الاستقرائية قال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر يا إخواني سميت بذلك إما من التقدير لأن الله يكتب فيها مقادير الخلائق وإما من القدر والشرف والمنزلة ولا مانع من اجتماع المعنيين في هذا الإسم فهي ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في العام إلى ليلة القدر المقبلة وهي ليلة القدر أي ليلة الشرف والمنزلة لأنه يقال فلان عظيم القدر أي عظيم المنزلة قال ليلة القدر خير من ألف شهر أي العبادة فيها تعدل عند الله عز وجل عبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهذا كرم عظيم من الله على هذه الأمة أن جعل فيهم ولهم هذه الليلة التي من عبد الله فيها وصدق وقام إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وكانت له بعدل ألف شهر سبحان الله يعني تعدل عمل ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ومع ذلك كثير من الناس يتشاغل عنها ويحرم فضلها وأجرها قال الله عز وجل مبينا ما يكون فيها من الشرف تنزل الملائكة والروح فيها أي في تلك الليلة تتنزل الملائكة تنزل الملائكة الرحمة تسلم على العبادة والروح وهو جبريل على الصحيح بإذن ربهم أي بأمره لا ينزلون إلا بأن يأذن الله لهم فلا يفعلون شيئا ولا يقومون بأمر إلا أن يأذن الله لهم فهم عباد مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من كل أمر أي بكل أمر يأمرهم الله به من خير ورزق وسعى وفضل ورحمة وغير ذلك ثم قال سلام هي أي تلك الليلة ليلة سلام تسلم فيها الملائكة على من تمر به من المؤمنين تسلم عليهم وتدعو لهم بالسلامة وهي ليلة سلامة لمن كتب الله له فيها خيرا سلام هي حتى مطلع الفجر يعني حتى يطلع الفجر وبهذا نستدل على أن الليل تكون نهايته بطلوع الفجر ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة البينا التي تسمى سورة البينا وتسمى عند بعضهم سورة لم يكن قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة البينا وهي سورة مكية في قول بعض المفسرين ومدنية في قول الجمهور قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينا أي لم يكن الكفار سواء كانوا كتابيين أو كانوا من مشركي العرب تاركين ما هم عليه من الدين حتى تأتيهم البينا وهو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني أنهم كانوا سيبقون على ما هم عليه من الدين المشركون على ما هم عليه من الشرك واليهود على ما هم عليه من اليهودية والنصارى على ما هم عليه من النصرانية حتى تأتيهم بيّنة من الله عز وجل وقد جاءت هذه البيّنة وهي رسول من الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو أن يقرأ صحفا مطهرة ليس فيها كذب وليس فيها غش ولا شرك ولا إثم فيها كتب قيمة أي فيها مكتوبات مستقيمة لا عوج فيها ولا انحراف وليس فيها منكر ولا ضلال بل كل ما فيها مستقيم لا عوج فيه كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى آخر الآيات فبعض المفسرين قال لم يكن هؤلاء جميعا منفكين أي تاركين ما هم عليه من الدين حتى يأتيهم رسول وقد جاءهم ذلك الرسول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها مكتوبات أي فيها كلام قد كتب فيها قيم أي مستقيم ثم تعجب الله منهم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين يعني كانوا يقولون قبل أن يبعث محمد قد أظل زمان نبي يبعث نؤمن به ونتبعه ونقاتلكم عليه أيها المشركون فنقتلكم قتل عاد وعرم أو كما قالوا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فمنهم من آمن برسول الله ومنهم من كفر حجبا لكم كنتم مجتمعين على كلمة واحدة كلكم تقولونها وتؤمنون بها فما الذي فرقكم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ثم بيّن الله عز وجل أمرا واحتج به عليه أيها الناس هذا الرسول الذي هو بيّنة من الله عندما جاءكم بما أمركم هل أمركم بشيء تنكرونه قال لكم مثلا أكفروا بالأنبياء سبوا موسى وعيسى لا تؤمنوا بالله أشركوا مع الله غيره أعبدوا الأصنام هل قال لكم شيء من ذلك حتى تقولوا لا 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 نؤمن به لا إنه لم يقل شيئا من ذلك قال الله عز وجل وما أمروا أي ما عمرهم محمد هذا الذي كذبوا به وتفرقوا عليه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا أي قائمين بالتوحيد قد مالوا إلى التوحيد أو مالوا عن الشرك إلى التوحيد قصدا ويقيموا الصلاة أي يؤدوها كاملة مكملة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو دين الأنبياء المستقيم الذي جاءت به الأنبياء فما الذي أنكرتم من حال محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقولوا لا لا نؤمن به إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأت بشيء زائد على ما جاءت به الأنبياء في عقائدهم وأمورهم وحقائقهم الكلية والأنبياء كما تعلمون دينهم واحد إن الدين عند الله الإسلام نعم شرائعهم تختلف لكن ليس هذا هو محل الإشكال دينهم الذي يدعون إليه شيء واحد فما الذي أنكرتم من حاله حتى تكفروا به وقد يكون المراد في قوله وما أمروا أي ما أمر هؤلاء الكتابيون من اليهود والنصارى في كتبهم إلا بشيء واحد هو الذي جاء به محمد أمروا في كتبهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي غير مشركين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهذا هو الذي جاءكم به محمد فما الذي أنكرتم مما جاءكم به قال الله عز وجل مبينا الجزاء بعد أن بين الحجة وأقام الدليل عليه قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أي ليست النار خاصة بهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام بل هي لكل من كفر من يهودي أو نصراني أو مشرك وليس قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب أن أهل الكتاب فيهم من يكفر وفيهم من لا يكفر من هنا بيانية أو يقصد بها إن الذين كفروا من أهل الكتاب من كان يهوديا فكفر من كان يهوديا فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها هذا وعيدهم عند الله عز وجل أولئك هم شر البرية أولئك هم شر الخليقة وهذا فيه الدلالة يا إخواني على أن الخيرية والشرية إنما تقاس بالإيمان والعمل الصالح وليس بالصناعات وليس بالتقدم العلمي والتكنولوجي هذا كله من متاع الدنيا الزائل الذي لا يأبه الله به ولا يساوي عند الله جناحة بعوضة وإذلك بعض الناس لما مات أحد المخترعين الكبار في العام الماضي قال يعني مثل هذا حرام يعذب حرام نقول إنه في نار جهنم سبحان الله أنحن نستدرك على الله أنحن نستدرك على كتاب الله فنقول حرام يدخل فلان الجنة ولا حرام يدخل النار هذا ليس حكما لنا ولا منا هذا من الله الذي خلق العباد وليست القضية قضية صناعة وإلا حضارة ولا رقي هذه الدنيا كلها ما خلقت إلا للابتلاء وهي ممر من عمل فيها صالحا وآمن استحق الجزاء الأوفى والأكرم من الله الكريم ومن كذب وعصى وانشغل وتلهى فإن الله عز وجل قد توعده بهذه النار ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان وعمل الصالح أولئك هم خير الخليق خير البريء أي خير الخريقة التي براها الله عز وجل وأنشعها جزاؤهم عند ربهم ولاحظوا بدأ بالعندية تكريما له وأنه ليس المهم أن ينالوا الجنة أهم منه أن يكون ذلك عند الله وإذلك كما قالت امرأة فرعون قالت ربي ابني لي عندك بيتا أهم شيء أكون قريبة منك أصل إليك يا ربي جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدل أي جنات إقامة خلود فلا موت خلود فلا انقطاع تجري من تحتها الأنهار في غير أخاديت فالأنهار تجري من تحت كيف الله أعلم من تحتها خالدين فيها أبدا ولما جاء إلى جزاء المؤمنين أكده بالأبدية إطماعا لهم بأنهم سينالون عند الله جزاء لا ينقطع ولا ينقضي رضي الله عنهم لما آمنوا وعملوا الصالحات واختاروا الإيمان والعمل الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عن الله عندما لقوا من جزائه ما لقوا لأن من رضي الله عنه فلابد أن يرضيه ورضوا عنه ذلك أي الجزاء لمن خشي ربه فانظروا يا إخواني كيف ختم هذه السورة بأمر الخشية وهذه السورة العظيمة بمناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي بن كعب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن فقال الله أمرك بهذا قال نعم فبكى أبي فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وليس المقصود من كراءاته عليه أن يتعلم منه فهو عليه الصلاة والسلام هو المعلم ولكن هذا تكريم لأبي وإقامة للحج أيضا عليه وعلى من وراءه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك